السلام الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فنال أشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه جل جلاله وعظمت آلاؤه وقدست أسماؤه وصفاته وأصلي وأسلم على أشرف بريته وسيدي رسله وخاتم أنبيائه وحبيبه من خلقه الولي المطلق والشفيع المطلق سيدي مولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناع بنهيه فإن الدنيا خضرة نظرة لكن واقعها جيفة قذرة فخففوا الطلب يرحمنا ويرحمكم الله يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الشهادة لله هذه الآية المباركة تعطي مسؤولية كبيرة على المؤمن وهي الشعور بالآخرين وأنه هناك مسؤولية على الإنسان تجاه الآخرين فإذا رأى حقا مضيع هنا أو باطل يعمل هناك يجب على الإنسان المؤمن أن يقول كلمة الحق ويشهد لله شهادة صدق وإن لم يكن له فيها مزية أو مصلحة خاصة حتى وإن كانت تتعارض مع مصالحك الشخصية هذه الشهادة إنهض وقل كلمة الحق وقف موقفا لله واشهد شهادة لله سبحانه وتعالى وعقيم الشهادة لله ماذا تعني الشهادة لله الشهادة لله تعني أنه على المؤمن أن لا تأخذه في الله لما تلائم أبدا كما يقول أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله على أن لا تأخذنا في الله لوم تلائم يعني راح بايع النبي على أنه لا يجامل على الله على أنه لا يدأ حقا وبإمكان أن ينهض به إلا ونهض به ما يجامل على الله أحد وكثير من الناس بايعوا رسول الله بطرق كثيرة ولأسباب عديدة بعض الناس بايعوا رسول الله على أن لا يزنون مثل أن لا يظلموا أن لا يقتلوا أولادهم هناك بعضهم هكذا بايع النبي وبعضهم بايع بايع مترقية على أنه لا يجامل على الله أحد ودفع ثمنها أبو ذر من صحته من وضع السياسي والاجتماعي حتى نوفي منبوذا إلى الربض نتيجة شهادة لله من هنا هذه المسألة مسؤولية مهمة جداً أن الإنسان يجب عليه أن يغار على الله وعلى قوانين الله ونواميسه قم لله واشهد شهادة حق كثير من الناس هو مع الله ما دامت مصالحه مؤمنة لكن إذا كان الموقف لله يتعارض مع مصالح الشخصية هو غير مستعد أن يشهد لله شهادة حق أن يقول كلمة حق في وجه ظالم لعله مصالح الشخصية تنظر بمثله فهو مو مستعد ها هنا التبدأ المشكلة إن الإنسان يكون عنده غير على قوانين الله ونواميسه يقول الرسول الله صلى الله عليه وآله صلوا عليه بأعلى أصواتكم الله صلى الله عليه وآله محمد وآله محمد إن الله غيور ويحب الغيور وأنا أغيركم على الله النبي العظيم يقول الله غيور عند غيرة ويحب الغيور وأنا أغيركم على الله هذه الغيرة تعني أن لا ترى مخمصة مظلمة أو هدكا لحرم من حرم الله وتغضى الطرف عنها اشهد شهادة حق وانهض وقل الصدق ولو على نفسك هذه هي المعايير الحقيقية للمؤمن وهذه هي الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر هذه الآية تحملنا مسؤولية أنك أنت يجب أن تستشعر مسؤولية تجاه الآخرين وليس أنه تفكر بنفسك هذه ثقافة شعلية وما لدخل وما يخصني مادام النار مينبيتي ما لدخل هذه ثقافة شعلية هذه مو ثقافة دينية ليست ثقافة القرآن بل عليك أن تتحسس الناس ومشاعرهم وآلامهم ويكون عندك نوع شعور من المسؤولية تجاه الآخر كل خلق الله كل الوجود أنت عليك نوع مسؤولية هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني أحب الخير أنا أحب الخير ولكن ليس عندي مال أصنع به خيرا أنا أحب الخير بس ما عندي قال ومن قال لك أن الخير فقط مال يا هذا ارفع حجرا عن طريق المسلمين يثيبك الله منو قال لك الخير أموال لو حجر بالطريق يعثر به الناس رفعه الله يثيبك عليه لحد ولذلك في رائعة من روائعه صلى الله عليه وآله يقول المسلم من سلم الناس من يده ولسانه مسلم هو الذي يسلم الناس يعني جنس الناس بشر أي الناس المسلم من سلم الناس من يده ولسانه إذن هذا الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين هذه من أعظم الواجبات للمسلمين أننا نستشعر الآخر ونشعر بمسؤولية تجاهها هكذا هو الإسلام أما أنه ثقافة شعلية وأنا ما خصني ولدخل ها هذه ليست من الإسلام في شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعقيم الشهادة لله ذا رأيت مظلوم ذا مخمصة وبإمكانك أن ترفع ظلامته غنهض وقل الحق ولو على نفسك ولذلك لأنه إذا كل إنسان يهتم فقط في مصالحه ومن يهتم بالآخرين من يستشعر بأي مسؤولية تجاه الآخرين تتعطل الحياة نعم ويتفر عن الظلم ويتجبر ويتكبر ويكون الظلم والبطش هو الطابع العام على الحياة وهذا خلاف سنن الله وقيم في كونه في رائعة أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عليه السلام لما سكت أهل الحق على حقهم على حقهم ظن أهل الباطل أنهم على الحق يقول أهل الحق كتموا شهادة الحق سكتوا هذا السكوت جعل أهل الباطل يظنون أنهم هم على الحق القصة وأنك أنت تقول النار مدام ما وصلت إلى بيتي إذن أنا ما يهمني مدام مصالحي الشخصية مؤمنة ها خلي النار تأكل بعضها لا مو يتجي هناك مسؤولية تجاه المجتمع تجاه الآخر مو تجاه كل وجود يقول صلى الله عليه وآله دخلت امرأة النار في قطة حبستها فلم تدعها تأكل من لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الاغ الله ادخلها النار الله يحاسب حتى على هذه قطة حبستها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش النار يقول الله يدخلها النار لا تستهين بأي موجود يمشى على الأرض أي كيان إلى حيثية إلى وجود لاحظ أنت إلى تجاهك مسؤولية تجاه هذا الناس ولذلك على الغيور المؤمن يجب أن يكون عنده غير على الله كيف يعني غير على الله؟ يعني تغار على قيم الله لا تهتك لا تهتك سواء من قبلك أو من قبل الآخرين ولذلك عندنا في الحديث لا تجعل الله أهون الناظرين إليكم يعني واحد لو يكون في محظر ولو صغير طفل شوف يتأدب في نفسه من يقدم على أي فعل شنيع لاحظ؟ لكن ما إن ويخلو بنفسه شوف يتمرد على كل القيم السماوي وكأنه جعل الله الذي يسمع ويرى جعله أهون الناظرين لا تجعل الله أهون الناظرين إليك يعني يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه أن يكون عنده رقابة ذاتية وأن يغار على قيم الله ونواميسه يكون أن تشوف ظلامة وهتك وتغذو الطرف عنه هذا ليس من أخلاق المؤمنين ليس من أخلاق الصالحين ليس من أخلاق الربانيين يكون لجب أن المؤمن إذا يقدر يغير واقع سيء باء استعيس عليه أن ينهض ويشهد لله شهادة حق وإن كان فيه شنو؟ غضاض على نفسه أمير عيسام يقول ما ترك لي الحق من صاحب بعضهم يقراها من صديق لا مو صديق لأن الصديق ما يتركك ما ترك لي الحق من صاحب لكنه لا يستوحش لماذا؟ لأنه يشهد لله شهادة حق وصيد بعض الناس للأسف يعيشون الازدواجية ترى لسان لسان الأنبياء لسان الصالحين وقلب قلب فرعو هو مع الله ما دامت مصالحة مؤمنة ولكن ما أن تنظر بمصالحة هو مستعد أن يصحق كل قيمة سماوية يجعلها تحت أرضه تحت قدمه مو؟ فهذا ليس من الإيمان في شيء الميماني أن الإنسان يجب أن يكون على مستوى من الغير على الله وأنه يشهد لله شهادة صدق الله تباره وتعالى يرفع له ذكرا ولذلك الحديث العظيم الذي ذكرته عن النبي العظيم صلى الله عليه وآله إن الله غيور يحب الغيور وأنا أغيركم على الله هو نفسه صلى الله عليه وآله يقوله في حقه أمير المنين يقول ما كانت تحركه الدنيا العظيم رسول الله ما كان يتحرك للدنيا ما كانت تحركه الدنيا يعني لا تعني له شيئا اطلاقا لا يغضب للدنيا ولا يفرح بها يقول في حقه أمير المنين كان صلى الله عليه وآله ما تحركه الدنيا ولكن إذا كان أمر فيه غرض لله حاجة لله أمر الله ما كان لأحد فيه مطمع لكن الأمور وصلت إلى أنه قانون الله يهتك مو قيم الله يتلاعب بها النبي لا يطمع فيه أحد يقف موقف لله عز وجل هو هذا الإنسان هذا الإنسان يجب أن المؤمن كل عصارة الإيمان والتدين يتجسد في هذه في أنك أنت شقد عند غيرة على الله شقد مستعد تجامل على الله لا تجامل على الله إيمانك كله ينحصر في هذه الخطوة في هذا الموقف ليش تجاملت على الله أنت تعرف هذا مرتشي هذا فاسد ليش تجامل لأنه صديقك تحابي لا أنت عليك أن تقول كلمة الحق ولو على نفسك أو هذا إذا رأيت قيمة دينية موقف دين يؤكل يهتك أنت ترفض هذا الشيء قال صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يمكن فبلسانه غيره بإيده ما قدر غيره بلسانه فإن لم يمكن قال فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني الإنسان حتى في قلبه يظهر أنه هذا الأمر مرفوض منبوض أنك التغيير قابل على هذا المنكر على هذا الظلم إنهض نهضة حق واشهد لله شهادة صدق وارفض هذا الظلم هذا التجري على قوانا يجب الإنسان يكون عنده غيرة على هذا المسأل كيف واحد يغار على عرضه على ناموسه على ماله مو أن يهتك أو يستهلك وبالإنسان أيضا يغار على قيم الله وقوانين الله ورسالة السماء وأحكام الله الإنسان يكون عنده غيرة عليها ما يجامل إذا يجد هنا ظلم هنا هتك للدين يجب عليه أن ينهض ويقول للحق ما يجامل أحد على الله ينقل في حالات سيد الخميني على الله مقامه يقول أيام رضى باهلوي مو هذا محمد رضى اللي راح أبوه رضى باهلوي رضى باهلوي سقط سنة أربعة وأربعين ثلاثة وأربعين ميلادي يعني هذه القصة أول الأربعين هم سيد الخمين ذاك الوقت عمرهم يمكن اثنين واربعين أربعين سنة إنه مواليد اثنين سيد الخمين مولود ألف سعمائة واثنين في ذاك القصة اثنين واربعين يعني عمره أربعين سنة وهذا الطاغير رضى باهلوي كان متغطرس معروف معروف كان عنده مشروع لضرب أسس الدين منع منع الحجاب منع العمة واحد يلبس عمة منع المجالس العزاء أي مظهر كان مهوس بأتاتوركو والنهضة الأوروبية إلى درجة أنه كان عنده مشروع يغير كل قيم شعبي إيران في يوم إجا القوم واجتمع مع مرجع من مراجع قوم ذاك الزمان آية الله السيد الحجة مرحوم الحجة الكوكامري معروف سيد الخميني كان موجود في أوائل أيامه يعني بالأربعين عام تنقل عننا هذا الموقف يقول هذا المتغطرس إجا قاعد في صدر المجلس يعني مجلس اللي فوق السيد الحجة فصار مرجع جالس تحته وهذا متصدر عليه الطاغية السيد قاعد شأن موجود بالمجلس الخموين يقول فأنا رأيت في هذه الجلسة ذل على العلماء والإسلام أن هذا الطاغية متصدر للمجلس والسيد تحت من عند الحج ينقل عننا هذا الرجل فقام سيد الخمين للمجلس قام ورجع دخل مرة ثانية وجلس على صدر المجلس لرضى بأهله صار هو بالصدر بحيث لم يكن بعد هذا المجلس اللي قاعد به كان متصدر الشاه لا جلس فوق من عنده حتى يكسر هذه النظرة الاستعلائية الطاغية يهين علماء الإسلام تغير على الدين تاخذ غير على الإسلام إلى هالدقة إلى هذا المواقف البسيطة الإنسان يجب أن يكون حذر أنه لا تقبل أي مخمصة أي هتك للدين لا تجامل على الله ماكو داعي هنا يومين ينقضن ليش الجامل على الدين بعضهم تشوف ينصح أبلاد الناس ينصحهم بالصلاة ينصح البنات بالحجار لكن ما مستعد ينصح أولادك لا هذول أصغار أخطية خليهم بعدهم ليش تنصح أولاد العالم ما تنصح أولادك لماذا هذا فقط على الناس أن تتائض لها على الآخرين إذن هاي المجاملة على الله ما إلى كل قيمة حتى تكسب ما يكسب يومين ثلاثة بالدنيا لا ليس صحيح قف موقف لله واشهد شهادة حق لله الله تبارك وتعالى يرفع لك ذكر لا تجامل على الله أحد أصل الله عز وجل أن يجعلنا ممن نستمع القول فنتبع أحسنه ويجعلنا نعم ممن يشهدون لله شهادة حق وأن لا نجامل على الله أحدا أبدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد وصل اللهم على محمد وآل محمد